موسيقى 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 الصحيح تمكن نجوها الطابة أخيراً من كشف حقيقة جزيرة الفصح اليوم سفرنا على جزيرة تعتبر أكثر جزيرة منعزلة عن العالم تقع ما بين أستراليا وجنوب أمريكا في نصف المحيط الهادي وفيها غموض والغاز إلى الآن ما في أحد لا تقدر يحلها فأعتقد كان لازم ندخل آخيراً اليوم رحلتنا إسترالاً جزيرة القيامة موسيقى جزيرة القيامة موسيقى 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 شكراً موسيقى 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 ما هي اللحظة هاي بالنسبة لي؟ تخيل انت ما تزور أهلك بعد غيابة فترة طويلة تخيل انت مثلاً بتزور جامعتك القديمة ومدرستك القديمة بعد ما تخرجت يعني في شعور هي غريب داخل تشيلي في جزيرة اسمها جزيرة الفصح اللي هي جزيرة القيامة موسيقى جزيرة الفصح وهاي اللحنطلع فيها ست ساعات بالطيار ولكن اكثر جزيرة من عزلة في العالم لماذا؟ في ساعتين فارغ موسيقى 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 و3 احنا مش عارب موسيقى حسنا دولة ثانية و ما جدينا جاهة الانترناشنل و ما بتدخل دمستك يعني ما بتدخل محلي Make Roman اللي فيها التمثيل اللي م personne تفاهمها ولا حدا عارب يحل اللغز فيها كثيرا الخريبة شبري في طابور برّا قربنا ع أستراليا انتوا عارفين الجزيرة ما بين أستراليا و تشيلي يعني النص وقربنا نوصل ع الجزيرة وكل ما نقرب أكثر كل ما بتزيد الأسلة عن هاي الجزيرة وعن غموضها بس أهم سؤال وين اختفوا سكان الجزيرة نحن في أستراليا نيزيلان أين نحن؟ أميسرالي شكرا هنا في أسترالي لديهم أخرى؟ نعم ما هي المناسبة؟ لغة ثانية تماما مش اللغة الإسبانية شكرا شكرا لا تحتاج تاكسي ولا تحتاج أي سيارة تخيلوا بتبترسل سكشبها هاي قد هاي جزيرة هاي قد بس سحنا راح نستاجر سيارة لأنه خلنا نكتشفها مع بعض ستيل شيليا ستيل شيليا ستيل شكرا ستيل شكرا راح تبدأ رحلتنا من هون معنا ثلاث أيام طبعا هاي جزيرة جدا منفصلة لها العالم يعني ما تقدر تسافر عليها من أي مكان صعب جدا وغالي جدا تسافر الطريقة الوحيدة أنك تيجي على سانتياغو العاصمة تشيلي وتسافر ما بعرف لاش عاملين زي هيك ممكن ما بدهم يفتحوها للعالم بدهم يخلوها منعز لأكثر أول ما تيجي بيعطوك بس ما عطوني عطوك هاي على الرقب يتيفي ترحيب بس كل شي غالي حتى الوصول لها الجزيرة غالي جدا هناك ناس كثير عايشين في تشيلي ولسه ما وصلوا لهون لنصل في الحيط الهادي احنا وصلنا للكوخ تبعنا هاي المنطقة كاملة اللي احنا راح نسكن فيها هذا الكوخ اللي احنا سكنين فيه استأجرنا بثلاث مئة دولار ثلاث أيام احنا ثلاث أشخاص يعني راح يتفعل واحد مئة دولار غالي كثير المنطقة هاي بس لما تكونوا مجموعة أفضل هاي بيتكونوا أرخف كل الأكل هون بحري يا سلام جنة للأكل بحري هاي الجزيرة هذا الاشي اللي انا بعشقه لاني انا لما سافر كل شي لأكل بحري لنفعله اوه جدا 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 الوجب تقريبا 30 دولار الأكل وصل وانا طلبت شرم معروز شكرا جدا 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 تونة تشفها وشاف الأصنام هاي بس ما كان في حدا عايش في الجزيرة هسف بيحكو الناس خرافات انه أهل الجزيرة هم نفسهم هم الأصنام يعني كلهم ماتوا في الجزيرة أو رحلوا أو تركوا الجزيرة حدش عارف وين هم ولا حدا بيعرف عنهم أي اشي بعدين سكنوها ناس من الجسر اللي حوالينها مثلا من فرنسيين ومن دول أوروبية طيب حاليا نحن جنب البحر أصلا انتوا فهمين المكان اللي احنا ساكنين فيه نحن نحن نحل اللغز تبع أصنام المواية نحن نحن نحل اللغز في كل مكان موجود تطلع لك في كل مكان طلع واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة واثنين روسهم مقطوعة كل ما تمشي لأنهم كلهم على الساحل كل ما تمشي تلاقي منهم كثير وعددهم كثير هذول ها الالف طبعا هم محميين ونفتك تقرب عليهم لأنه بقول لك كال زمان كانت مفتوحة ولكن الناس بيجوا هون السياح بيجوا بياخدوها زي هدايا فحطوا هذا الحجز تخيل تاخد قطعة من الصنم بتعطيها هدية لصاحبي أنا مش فاهم أنا قديش إلي زمان بشوف هاي الصور وبشوف فيديوهات ولكن الطبيعة غير يعني هي قد بضلك صافن فيها يعني ايش جيستن بلق دوي شوال جزيرة هاي او او هل يمكنك مول او لا شكرا ها 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 ه ها 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 ه 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 سامية صوت الهواء فاليوم رايحين نشوف التفاتيل الحجرية ونحاول نكتشف السر مبارح رحنا بالليل وصورنا لقطات ليلية بالجنة الروعة تصوير الفلكي أستروفوتوغرفي علامة تايم مابس خرافيا 20 دقيقة لتأخذ صورة جيد جيد موسيقى ولكن المهمة يمكن اليوم بالليل بدي أطلع لحالي وأروح أوقف قدام المواي هاد وأعرف إيش قصتك يخي فهمني شرح لي السوبة بيحكوا إنه هاي المواي كيف نقلوها جام بالبحر يعني زمان ما كان عندهم عدة ولا كان عندهم ألات ولا أجهزة كيف نقلوها حسنا هم حاولوا بأكثر طريقة وفكروا حتى لقوا إنه ممكن بهذه الطريقة المواي بيد ووك كما قالوا نفسنا لكن كيف فعلوا الوكاة؟ موسيقى جو العلماء يعني شدوها وحسنا وتأخذ حسنا ولكن هناك أعلم حتى في المساعدة موسيقى 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 ولكن الجزيرة هاي البركانية مش طبيعية يعني انت كل ما تمشي بتشوف اش بجنة الارض الارض خرافية الارض رهيبة هون الجزيرة هاي غير عادية ولكن هاي جزيرة كثير غالية مقارنة في الجدد الثانية اه تحوال صرت المواي أنا أخف تلك يمكنك موسيقى حسنا مالذي يساعدوا مجرسي اشتهت 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 احاول أنتعون على مواي تمثال مواي هون اشتركوا في القناة عندهم اللي هو الإيستر فعشان يكسموها إيستر آلان حالياً احنا داخلين عن منطقة غريبة وعجيبة وهي أفضل منطقة أعتقد وجنب البركان نفسه طلع الموايهات جد حجمه كبير وما بين الكاميرا وسعن جد حجمه كبير كثير ضخم طلع كمية هون حس مبتسمين خلع مشبهني صح؟ وهذا اللي هون هذا وقع زي هيك كمان ما تقدر تلمسه حتى هو مش تطلع بفوقه وذي هيك وتمشي حتى صخرة عادية فحكيكم القصة هاي يا أخوان هل في تماما هذا أكبر تمثال صخري هون في الجزيرة ولكن ما كملوه وتركوه زي هيك قبل ما يرحلوا من الجزيرة أو يختفوا يعني فغير مكتمل هسا كيف عملوا التماثيل هاي عملوها من الجبل البوركاني هات شايفينو؟ كانوا راح يخلصوا ولكن ما انتهوا منو انتهوا من الجزيرة وشوفوا المكان هاد بس شوفوا المكان هاد طلعوا المكان مش طبيعي المكان مش طبيعي اول مرة بشوف غروب شمزي هيك يا إلهي يا ربنا طلع شوات ربنا بطريق طبيعي المكان اليوم الثالث والأخير فاليوم راح نستكشف ايش فيها الجزيرة ما شفناه مبارح وأول مبارح ماذا حدث؟ أين تذهب؟ أين تذهب؟ هنا حبيب يطلع فيه كاف الله شخت فيه هذا الرجل مباشر لا يمكنني أن ترى شيئا برو احضر 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 مالذي نطلع 와 راح أنطير الترون من الكهف هاد يوو ههههههه كانت يشاره شخص لari pengantar لحظة غضب حتى طيرى تس durum كنت كرى الان هو شخص ما حجم علي بتو سبب ما لم يحدى ن autre فنحن بخبار على دروان نحن كذلك ولكن على ن遠 للقاء على تج fascина وشجب على اهلاك نعم، قمت بطريقة كثيراً و هجم عليك كثيراً وأنا كنت على الطرف يعني غلطة واحدة كم ممكن أوقع ولكن الحمد لله عدة آخر أعتقد هيك رح نينيه الفيديو فيلم هو وصلاً مش فيديو تعالف هنا أكثر إشي مبسوط عليه إيش إنه هساً على الإستقرام بقدر أستخدم هذا الإيموجي أخيراً هل تريدون الناس أن ت visit Chile؟ نعم بالطبع و إذا أتيت هنا سأقوم بإمكانك في المنزل لذلك تشترك بالقناة و لايك و تابعونا على الإستقرام سلام تشاو تشاو، صحيح؟